مرحبا قوالي تعالوا نعمل قطيب كريم باتسير باتاز 150 ميلي من كريمة الحلويات كريمة الخفئ وبدى 150 ميلي حليب بدي حطن بالطنجرة وبدى معلقة كبيرة من الفانيليا ومعلقتين كبار من السكر بشغل الغاز وبلش بالتحريك بس يبلشوا عندي بالغليان بشيلهم على جنب شايفين حبايب حطي دولها جنب بدي ثلاثة سفار بيض ومعلقة كبيرة من النشرة بحرقهم مع بعض كتير منيح وبعدين ببلش انزل بالخليط شوي شوي وبعدين برجع برجعهم على الطنجرة وهلأ برجعهم على الغاز والحرارة لازم تكون متوسطة ولازم استمر بالتحريك ما بصير نوقف على التحريك بهاي المرحلة ومثل ما انه الغاز على درجة حرارة متوسطة منحرك لحتى يسمك معنا الكريم باتسية ما بيتطول كتير بس تشوفوا البخار وسمك مع كونسوس بيكون صار جاهز هلا هون حطيتنا معلقة كبيرة من الزبدة الحيوانية بحرقكم وهذا هو القوام المطلوب شايفين حبايب بعدين فضيهم بهذا البعاء بخليهم لحتى يبردوا بدرجة حرارة الغرفة بعدين بدخلهم على البراد ولازم غلفهم بهي الطريقة النايل لازم يكون ملامس وبعد ما بردوا كتير منيح طلعتهم وبحرقهم بالفيسب وهيك الكريم باتسية صار عندي جاهز هذا الكريم باتسية الفرنسي الأصلي هذا هو القوام تبعه شايفين الغوالي طبعا نستخدمه للتارد للإيكلير لكتير حشوات وبعدين منفضيه بكيس الحلويات وهيك بيكون القوام تبعيته شايفين حبايب طريقة كتير سهلة بسيطة وطبعا الطعم كتير رائع بنصحكم تجربوا هالوصفة تحياتي للكون من مطبخ الشيف لو أيا عيسى